أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن عقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاء إدراكا من القيادة السياسية في مصر لأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه كافة الأطراف أضاف مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية وإدراكا من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه ليس فقط الحكومة ولكن كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية فقد جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة